موسيقى 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 واليوم الانحرافات الاخلاقية والحريات الجنسية والتفاصيل مين اللي صدرها لباقي الشعوب مين شو هالصدف هاي كلهم اهل كتاب كمان انتوا في القتل في القتل انتوا في الاعتداء على الشعوب انتوا في استعمار الشعوب انتوا الحرافات الجنسية هم ما بعدين بصيروا صدروا ويخترعوا للناس هم تبدأ من عندهم طيب من اين نجت هذه من جماعتنا اهل الكتاب يهود وغيرهم يهود وغيرهم انتوا بلاحظين والان شوفوا الان العدوان على الامة مين يعني لو بدك تيجي تطلع الان الصورة الموجودة الان مين اللي عم بعتدي على الامة الاسلامية اهل الكتاب ومين اللي بحاول يحرف الان مفاهيم الاسلام ويحاربوا يعني لو دخلنا على الانترنت مثلا اكثر الناس اللي بتجدهم بحاولوا يتهموا ويشوشوا وكذا الاخير وكله اهل الكتاب كله اهل الكتاب طب ما فيه امام ثانية بالمليارات صح ممكن صار بيننا وبينهم شوية لكن اذا بتلاحظوا عبر الاجيال كلها مين وبالتالي انتو بالكم للقرآن لما ركز على اهل الكتاب اهل الكتاب حتى مرات لما بتقرأ انت اهل الكتاب بتصير انت مش فاهم هو بيحكي عن اليهود ولا النصارى النصارى ولا اليهود وهم اصلا النصارى معظمهم اليوم بيؤمنوا في العهد القديم يشو العهد القديم يعني التوراة وملحقاتها وبيجمعوهم مع الاهد الجديد الانجيل وملحقاته بيسموهم كتاب مقدس وهذا يشكل شخصيتهم شاءه ام ابو بشكل شخصيته حتى لو كان ملحد حتى لو كان ملحد بشكل شخصيته وتراثه وتاريخه والآخرين مين اكثر ناس بتبجح في حقوق الانسان والتفاصيل ثم نجد سلوكه على عكس هذا الكلام شايفين انتو الان الروس الروس كانت الامة ما تقرأش تاريخهم الامة ما تقرأش تاريخ الروس بس لعلمكم الروس مش قتلوا مش قتلوا من المسلمين عشرات الملايين مئات الملايين ما درسناش ما درسناش انهم الروس يعني اكثر امه بشعت في البشر وقتلت الروس ما كناش نقرأ عارفين ليش لانه يعني احنا في وقتنا اوقات واحنا يعني كان عندنا عقدة الغرب اللي هو انشأ اسرائيل والتفاصيل هاي كلها صار فيه بيننا وبينه حواجز وصورنا لما بدنا ننهض بدنا نتحالف مع اي امه ثانية غير هالغربيين فالروس كانوا يبدون لبريئين كانوا بيبدوا بريئين للروس وبالتالي ما درسوش الناس تاريخهم واش عملوا ولا توجد امه على وجه الكرة الارضية في العصور المعاصرة وانا سبق حكيت في الدرس سابق قتلت زي ما يقتلوا الروس من غيرهم ومن انفسهم من غيرهم ومن انفسهم بشعيت ثم هما كما قلنا في درس سابق يعني عدوانيين الى درجة انهم هما يعني دب بدوا يبلع فيه بدوا يبلع بلع ولذلك اذا بتلاحظوا الان ايش بيعمل بوتين وبقتل بهموش بهموش انه يظهر للناس انه وقعت بقتل هذا هذا بدل على الجبن كمان والخسة لانه هو بقتل مين هو بيعرف انه بقتل اطفال وباقي البلاد الاوروبية مع انهم بصنعوا نفس الطريقة لكن لاحظوا بيحاولوا يظهروا امام شعوبهم بطريقة انه لا احنا ما نقصدش نقتل امام شعوبهم ما منقصدش نقتل الاطفال والنساء هذا اجد هذول لا هذول ما ما يهموش وهذا دليل الخسة الخسة طب انت قاتل الرجال قاتل الرجال على ماشي مقاتلة وانزل اشوف وانزل اشوف انت بتقول دولة عظم ها بروح بقتل وين بعدين واضح انه هما الروس على فكرة اهم اهدافهم يبدو في المنطقة انه بدهم يحاولوا يفرغوا منطقة الشمال الغربي من سوريا اللي هو فيها جبال العلويين وغيره يحاولوا يفرغوها بل كي يجيبوا العلويين لانهم معنيين بقواعد عسكرية في البحر والبر الغربي هذا لجوة شوي مش معنيين لجوة وبينهم مش يعني بقتلق ما بقتلقش بقتل الاطفال ما بقتلش اطفال الاخيري اقول طيب احنا مليارين وكثير من الناس بتتحرق وهي بتشوف وسائل الاعلام اليوم صار كل شي منقول كل شي منقول بتتحرق طيب ممتاز انت بتتحرق ايش كنت انت كردة فعل على قدك من محل ما انت موجود باكستاني كنت ولا اندونيسي ولا مغربي ولا جزائري ولا ولا بحيث هالجبن الروس يشعروا انه فيه ام اسلامية عندها ردة فعل في زمناتهم لما شوية رسموا بعض الصور بيستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قامت مظاهراته وتفاصيلاته وقاطعوا دانمارك وقيموا وحطوا تفاصيل وشعروا دانمارك وغيرهم شعروا انه فيه ايش كان فيه ردة فعل سواء كان ردة فعلك يعني فيه ناس بتعاملوا بالانترنت مثلا شو بتقوم بواجبك مع باقي الشعوب اللي هذول الجملة الروس يفهموا انه بدون فتح عليهم باب شنم وعفكرة رحين فتح شو يعني؟ بقت الناس ناس يا الروس والروس امينين وينما يروحوا والروس امينين وينما يروحوا لكن انا اتوقع لقدام شوي انه يبدأ الروسي هو المستهدف اينما وجد في العالم وبكرة يا اخوي لما يصير الروسي مستهدف في اي مكان بتواجد فيه في العالم نصير نستنكر احنا كمان نصير نستنكر وهي هم يقتلوا المسلم لانه مسلم وبفركوش بين طفل وغير طفل وبالعكس ما بكصفوش الا البيوت الامنة والاسواق والمستشفيات والمدارس طيب بكرة ما رح تتنبه الان الامة الاسلامية انه الروسي في اي مكان في العالم لا يجوز ان يكون امن وينما يكون الروسي مش لازم يكون امن مش لازم يكون امن اطلاقا هذا المجرم قلوا لي شو دخل الشعوب بالعكس كنيسة بصمت كنيسة ارثوذكسية بصمت له بصمت له موسيقى 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 اشتركوا في القناة